الوالدة ما شاء الله عندي عبدالله اخوي يصغر مني تمام عبدالله عنده أول ما جاء قالت أمي عبدالله يبغي يروح يدرس الجامعة برة تمام يبغي يروح يدرس قلتنا لا تمام عبدالله ما يروح يدرس الجامعة برة قلت كيف أبغى عبدالله تعرف الأم أيه طبعا قلتنا لا يما أنا بس ألم بالشغل نستلم بالشغل وعندنا ناس ما شاء الله مثلك جامعين جامعة أي جامعة جامعة أو بن لا لا يعني عارضت الصراحة في البداية الموضوع أن بالثنوي واليوم توقف ثنوي يعني في الوقت القريب يعني ما كمل جامعة شوي هو طبعا دخل انتساب بس دخل انتساب قريب ولكن توقف ثنوي وتقوله بحول للعمل أنا أتوقع أنها خطوة أنت تبغى تأصل فيه العمل وتأصل فيه البزنس أبعطيك أنا برجع لك أبجاوبك أنا لما جاء عبدالله بدأ قال لي عبدالله بدأ قلت له بتبدأ خلاص عندنا بتجي للشركة قال لي وش باشتغل أول شيء قلت أول شيء تشتغل تيبو تمام بالشركة قال لي كيف قلت جي الساعة ستة نظف المكاتب ستة ايه صباح تمام قلت جي الساعة ستة نظف المكاتب انت بتنتقب من أخوك بقى لا 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 اليوم سأل لي السعودة بجي نبعد شوي ينظف المكاتب وبعدين يقدم شاهي وقهوة الموظفين وخدمة كلمني أنا واحد من أخواني أنا كلمني واحد من أخواني قال لي يزيد ما يصير كده وما يصير يبن الحلال خل الولد يتعلم يعرف الصعوبة عشان ما انت اليوم لو تدخل الموظف اليوم تقوله تعال انت تبغى تدير لازم تفهم الشغلة ده ما تفهم ما تقدر تدير الشغلة جاء للمكتب دخل وقال له بغاك تنظف المكتب فليأكله البسكويت تعرفها؟ اي طلع من المكتب جاء بعد دقيقة قال ليش ما تنظف المكتب طيب انت ما تعرف كم ياخد تنظيف المكتب بس لما نظفت المكتب تعرف كم ياخد تنظيف المكتب والله برافا عليك وتعرف لما استلمت التي بوي الغرفة يجونك بكرة بعد سنة يقولوا والله فواتير التي بوي عندنا الغرفة الشاهي عندنا سبعين الفريال شهيرين شاهي اذا انت اشتغلت في الشاهي فانت عارف يكلف كام عارف الشاهي يكلف كام دماغ تاجر يا راجل هي عيلة الراجحة دي مش سهل العيلة كلها لا 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 المنتاليتي تجارية بالامتياز يعني هو كل اللي عم يقوله يا زيد انا بحسه يعني هو القانون للحياة يعني انا عاجبني كل اللي عم تقوله من عدا يعني بعض الاشياء مثلا اللي تعرضت لها انا كنت بعد شوي بدي اسألك عنها بس كل اللي بتقوله هو الاصول وهو ياريت كل الناس تمشي هيك يعني انا كتير معجبة باللي قاله في احلى من انه بني آدم يكون من هالعائلة واهله يعني ميسورين ومرتاحين ويشتغل بهي الطريقة يشتغل مين هيك بيعمل يعني انا ما بعرف غير عوائل قليلة يخلوا ولادهم يبتدوا هيك من الصفر يعني يبتدوا من ابسط وظيفة وكلهم نجحوا اللي عملوا هل نرجع بعدين اشتغل بعدين اشتغل في التعقيم راح يعقب معاملات الشركة يروح البلدية عندي رخصة المعاقب انا دائما يقول لي ورعت مع المعاقب عمر ما عرفته معاقب ايه ايه اشتغل الشغلة هذي فاهم بعدين لما فتح هو فتح كونسبت حقا اللي هو القهوة لما فتح الكونسبت داوم فيه اول ستة شهور هو اللي يصلح القهوة ويبيع في المحل يبيع للزباين وقعدوا ما شاء الله اليوم عنده خمسين فرع اشفت ايه فاهم الشغلة تجي بعدين يجي المعاقب يناقشة يجي معاقب يقول والله المعاملة يقول كيف طولت المعاملة تروح كذا تروح كذا خلاص هو فاهم الدرس فانا نرجع الخطوة وتقول كيف واحد صغير انا اليوم يعني ايام ابوي الله يرحمه احنا ما تشتغل انت تعرف الشغلة من الاف الليل يعني اعرف اعرفها من سكراتش يعني اعرف الشغلة من الصفر ابنيها لك فهمت الفكرة فانت تقول كيف صرت كذا فهو بنيت اليوم لو تجي العبدالله تجلس معاه صغير يعني تجلس معاه ما شاء الله يتكلم وفاهم وعنده شركة والحين سوى شركة ثانية لانه اخذ الصنعة فكثير عوائل اللي تلقاها تجارية عيالها نزلت في الموقع ونزلت في الصنعة تلقاها شربة ترجمة نانسي قنقر